اهلا بكم في هذا الجزء من المساق هنتكلم مع بعض عن طريقة استخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية الاتوماتيكي في الحقيقة الجهاز ده بدأ يتواجد بقوة في وطننا العربي خاصة في المطارات وفي المولات في بعض الدول وفي بعض الشركات الكبيرة خاصة شركات التنقيب عن البترول والتنقيب عن المعادن ايه هو الجهاز ده و ايه فكرته خلينا نتكلم مع بعض ونتعرف عليه جهاز صدمات القلب الكهربائية الاتوماتيكي فكرته انه جهاز بيحاكي عمل جهاز صدمات القلب اللي موجود في المستشفى حضراتكم بتشوفوا في الافلام والمسلسلات اللي بيقى فيها تعامل جوه المستشفى لما بيحصل توقف في القلب او الرئة بيبدأ مجموعة الاطباء والتمريض فعمل انعاش للقلب والرئة بشكل يدوي سي بي ار زي ما شفنا مع بعض وتعلمنا لكن كمان بيجي في لحظة الطبيب بيقول بيجيب جهاز ويبدأ يعمل صدمات كهربائية وبينلاقي المريض بيتنفض وممكن يرجع القلب يشتغل تاني في الحقيقة القصة دي جهاز المستشفى بتتم بشكل معقد شوية عن ما بيبان في المسلسلات لانه العيان بيتوصل بمجسات بتبدأ تعمل شكل من اشكال تخطيط القلب او رسم القلب وبناء على القراءات بتاعت رسم القلب الدكتور بيحدد هل العيان ده يستحق او هل المصاب ده يحتاج لعمل صدمات كهربائية او لا حتى جهاز المستشفى الصدمات الكهربائية بتتضبط على درجات معينة وبنديها مع ادوية معينة بتبدأ تدحقن وفقا لسبب توقف القلب والحاجة اللي احنا شايفينها عندنا في رسم القلب الوضع ده ماينفعش يتطبق في الشارع او ماينفعش يتطبق في اي مكان حصل فيه توقف للقلب بنفس الشكل وبنفس السيناريوهات عشان كده اخترعوا جهاز سميناه جهاز صدمات القلب اللي بيعمل بشكل اوتوماتيكي او الـ AED فكرته ايه؟ فكرته ان الجهاز مبرمج على انه يعمل تخطيط يعمل رسم قلب بشكل اوتوماتيكي ويحدد اذا كان فعلا الشخص ده محتاج ياخد صدمات كهربائية ولا لأ وهل هيستفيد منها ولا لأ والجهاز بطبيعته بيديك مجموعة من المعلومات وارشادات عشان تتصرف وتتستخدمه في ثلاث خطوات بس خطوة منهم في الاول انك بتفتح الجهاز وتبدأ توصل المجسات وزي ما هنشوف في الصورة اللي قدامنا دلوقتي ان كل بادة من دول بيبقى مرسوم فيها وموضح هي هتتحط فين وتتلزق فين على الصدر بالزبط خلينا اكد على حضراتكو ان لابد من تجفيف الصدر كويس قوي 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 عشان تقدر تلزق فتقدر تعمل رسم قلب مظبوط كمان لو في شعر كثيف بيبقى جوه العلبة مكانة حلاقة عشان اشيل الشعر مكانها فتقدر تلزق على الصدر بشكل مظبوط وبعدين بنوصل المجسات دي بالجهاز ونستنى الأوردر التاني او الأمر التاني الأمر التاني بيبقى ان الجهاز بيقولك انه بيقوم بتحليل رسم القلب بتاع المصاب ده بيعمل رسم قلب ويقوم بتقييمه ويقولك العيان ده يستحق ياخد صدمة كهربائية او لا لو العيان يستحق ياخد صدمة كهربائية الجهاز بيقولك ان دلوقتي احنا بيتم شحن الجهاز وهيديك أوردر أن كل الناس اللي حوالين المصاب تبعد عشان ما تصابش بأي أزم من الصدمة الكهربائية وبعدين الخطوة الثالثة لما الجهاز بيبقى جاهز لإعطاء الصدمة الكهربائية بيقولك اضغط على الزرار رقم ثلاثة وساعتها الصدمة الكهربائية بتنتقل للشخص المصاب حابب أأكد على حضراتكم أنه جهاز صدمات القلب الكهربائية الأوتوماتيكي ده جهاز متواجد في أغلب المطارات يمكن لغاية دلوقتي مش بنشوفه في مطارات كتير في وطن العربي لكن في مطارات على سبيل المثال في الوقت المضحة الأمريكية بتتفاخر بأنه عندها مسافات أقل ما بين كل جهاز وجهاز طب ليه هم ما بيتفخروا ده وشايفينه ده مصدر فخر لأنه مفايدة الجهاز أنه يعمل إعادة إنعاش للقلب بشكل سريع لو كل ما نتأخر في توصيل العيان للمستشفى كل ما احتمالية رجوع أن القلب يشتغل ورجوع الحياة مرة أخرى تقل وكل ما نبدأ بدر إنعاش القلب بالCPR بشكل يادوي زي متعلمنا مع بعض وكمان نديله الصدمات الكهربائية اللي ممكن يكون محتاجها كل ما ده بيزود فرصة نجاته وعودته للحياة بشكل طبيعي ومزبوط على فكرة ما فيش أي مشكلة خالص لو إحنا استخدمنا الجهاز وكان تحت العيان فيه بلل أو حتى تحت العيان سطح معدني يعني ما تخافش أنت مش هتكهرب لأنه هو الدائرة الكهربائية بتبقى داخل صدر العيان مش هتوصلك أنت الكهرباء إلا لو كنت ملامس للمصاب فقط لا غير فاستخدامه آمن جدا بسيط جدا مجموعة الانستركشنز والتعليمات موضحة عليه وكده كده الجهاز بينطق وفيه أجهزة موجودة في السوق العربي بتاعنا بتنطق باللغة العربية فاستخدامها قمة في السهولة ياريت نتعلمها ونتفرج مع بعض على الفيديو اللي بنطبق فيه بشكل عملي هيكون أوضح بكتير لنا